ووزارة داخلية ولجنة تتبع بعمالة ورزازات أعلنت هذا الصباح عودة حركة السير على مساوى الطريق الوطنية رقم تسعة ورقم عشر الرابطتين بين ورزازات وكل من تنغير وتشكا كما أعلنت اللجنة فكالعزلة عن ثمانية وثمانين قرية محاصرة روبرتاج عمر أجراري والحسن بالعليم لجنة اليقظة التي تم إحداثها منذ أيام على مستوى عمالة ورزازات تواصل عملها الروتينية في جدول أعمال اليوم تقييم لحجم الخسائر المادية التي لحقت مختلف المناطق وكذا تقييم للتدخلات التي تمت نهاية الأسبوع الماضية مع وضع خارطة عمل لفك العزلة عن باقي الدواوير المحاصرة دمنا هذه الخالية هي تبعات المساعدة على الصعيد الإقليمي فأولا توجدنا على طرق طرقة حتى نمكي المواطنين بشرية والصهر على حياة المواطنين وطبيعة الحال انتقلت عدة لجن للدواوير التي كانت محاصرة ووافينهم بعدة الأفريشة والأغدية ولكن الدواوير التي ما زال الآن محاصرة بطبيعة الحال كان هناك وحتى ضمون التي تنسجلها بالمواطنين مباشرة بعد هذا الاجتماع رفقنا ثرق التجهيز والنقلة التي انتقلت إلى جماعة غسات من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت القنطرة المؤدية إلى مجموعة من الدواوير والتي لا تزال مقطوعة إلى حدود زوال اليوم بسبب إطلاف أجزاء منها هذه الأضرار التي لحقت الشبكة الطرقية تم تعبئات حوالي 25 آليا تشتغل تقريبا على تقريبا استاديا للنقاط ولقد تم فتح الطريق الوطني رقم 9 من ورزززات إلى تيشكا وكذلك تم فتح الطريق الوطني رقم 10 على مستوى نقطة قنطرة كشيت والأشغال الإصلاح فهي جارية ومستمرة وحسب بلاغ للجنة ليقظى فلم تسجل أي حالة وفاتنا خلال تساقطات يوم أمس وقد تم إلى حدود الساعة فك العزلة عن 88 دوار من أصل 118 قرية المحاصرة كما تم توزيع مساعدات غذائية وأغطية على أزيد من 90 أسرتنا وتقلص عدد الأسر التي انقطع عنها الطيار الكهربائي من 18 ألف أسرى إلى 632 أسرى اشتركوا في القناة